موسيقى ما كانتش مفاجأة لي العزل كنت متوقعه الأسباب يعني مجلس تأديب كيدي في حاجات يعني مجانبة للصواب الأهم حاجة اللي رتكزوا عليه هي الندوة الصحفية وتصريحات الصحفية اللي عملتها في أفريل السابق اللي حكيت فاعلة يعني كانت تصريح نقابي عندي فيه يعني ترخيص حتى من الاتحاد العامة للشغل بكسكيت يعني القب عام ككاتب عام نقابة السيل عوان وثلاثة درشة ثقافية حكيت فاعلة تجربة يعني السجنية اللي عشتها والقضية اللي اللي ما زالت وقتها تترقب فيه ما رعني في قب مجلس تأديب يتم على منواله يعني عزلي بعد عام بعد عام من الندوة الصحفية هرسلة اللي صارت انه وزير الشؤون الثقافية لا تؤمر بالعمل النقابي للأمانة هذا لمسناه يعني من نهارة اللي جات من الجمعة الولانية الهرسلة اللي كانت انواع الهرسلة مثلا كانت يعني انه قل للمكتب النقابي تمت نقلة يعني المكتب النقابي اللي موجود في الإدارة المركزية وتمت نقلتنا بنوع من الذكاء يعني خرجتنا من الدارة المركزية بيش يتم حل آليا النقابة هذه الحاجة الولانية الحاجة الثانية هي مجالس التأديب الكيدية بعد تعدينا المرحلة أخرى هي مرحلة السجون يعني أنا يعني دخلت في قضية كيدية المدة أسبوع في السجن المرنجية وتعديت قدام القاضي الجناحي بمحكمة تونس واحد خرجت فيها عدم سماع الدعوة بعد نقعد في حال صراحة عشر أيام يعود دخلت عليه استدعاء آخر نعود نمشي نبحث نلقى زوز قضايا أخرين يعني من جملتهم القضية على المرسوم أربع وخمسين على بيئة النقابي ما فيه حتى شي وصفنا فيه الحالة اللي تمر بها الوزارة ونبهنا توقعنا يعني شنو اللي بيصير يعني وقعدين تشوفوا وشنو اللي صال اللبهنا منه يعني عام ونصر تالي وبكري كنت موري فيك في البيان يعني هذا اللي لقى روحي محال على المرسوم أربع وخمسين في قضية كهيدية مبعد تالت يعني تم عزلنا قابيين كما زمين خارج الهداجي كما زمين أمم الزهر كيف كيف الأسباب تدوينها على الفيسبوك تنقض أداة السيدة الوزيرة وداخل في صلب مهامهم كان قابيين هذا دورنا ودورنا تعديلي وعن نتعرف في اجتماعي ثم برشة قضايا يعني كل يوم نكتشفو كل يوم نكتشفو إلي ثم قضايا قاعدة تتصب موظفين وزارة ثقافة إلي جانب النقابين إذا كان النقابين أمر يعني متفاهمي فيه هي لأنه هي سياسة المراحل بدأت من الأول كما يقوله تم يعني عملية تصفية للنقابات الأساسية من جميلة من نقابة وزارة اللي أنا أتمثل أكبر نقابة في الزرشة الثقافية يعني وضم حتى أكثر عدد من المخارطين القيد نروحنا يعني قدام يعني الاستجوابات الكيدية طبعا لوجودها قدام الاستجوابات قدام النقلة تعصفية تحت مسمى ضرورة عمل لأنه حتى هذا جاوبتها أنا في بعثلة مرسل قلت لها لا يوجد مصطلح في القانون وظيفة عمومية اسمه لذرورة العمل توجد نقلة تعصفية قاعد الشيء هذي قاعدين يتعرضوا النقابيين يوميا إلى مجال استأديب كيدية اكتمت يعني كما نقول التصفية الحسابات مع كل نفس حر يعني داخل الوزارة طوى تعدينا للموظفي أخيرها يعني بلغ إلى مسامع يعني ثم ستة في الأسبوع ثم ستة يعني قضايا جدد من موظفينا مصبوب يعني كل قضايا كيدية النقل يعني في يوم واحد بطناش النقلة تعصفية لاحظنا كما كما يعني الناس الكل اللي ثم استهداف واضح للنقابيين داخل الوزارات ما ناش عارفين هل هل معنا هل استهدافة دي هل هم يعني كما نقول مبادرات فردية أو فاها يعني تعليمات لأنه احنا كنا قرأوا الدستور التونسي انا انا المارس انا كنتهم ان احنا النقابيين احنا مواطنين في اول الامر يعني وكنا مارس في حقنا الدستوري العمل النقابي وحق الدستوري مكفول الدستور يعني خاصة خاصة انه ما نظنش كان صدفة انه من النقابيين وكل يتحالوا على المرسوم 54 ما هي الصدفة هذه يعني معظم النقابيين هذه احنا حسين وقال لي هو يعني ظلب للأصوات الحرة للأصوات العالية المرسوم 54 يعني كل النقابيين يتحالوا عليه حسين اللي يشكل من اشكال التركية للأصوات الحرة أو النقابيين أو المنظمة في حد ذاتها احنا نعملوا في حاجة يعني احنا نعملوا في حاجة في ذهننا طبعا احنا كنا قرأوا الدستور التونسي الدستور الموجود الحالي طوال اللي احنا قايم اللي نظم العمال بتاعنا في البلاد يعني الفصول المتاع والباب الحقوق والحريات يعني تتعارف تماما مع المرسوم 54 ردت فعلا نقابيين كانت محتشمة لأمانة كانت محتشمة ردت فعلا انا واضح وصريح معروف ومش يشتم تدارك ان شاء الله مشوية قاعد يتم تدارك يعني من تجمع عثمين مارس ومن يعني الهيئة الإدارية وكما تعرف احنا نتحركوا داخل أطر يعني كما نقول كل واحد يحنا نعملوا الهيئة الإدارية ونتحركوا بالداخل أطر ماناش مسيبين يعني كل واحد يعمل ماناش فرادة إن شاء الله يتم تدارك من المركزية النقابية هاو بدات يعني حالة وضع مع النقابي هاو بدات باهيري حالة وضع النقابي هاو بدات تحلحل شوية إن شاء الله في تجمع يعني 2 مارس هاو بدات إن شاء الله السلطة تفهم السلطة إن شاء الله تفهم من الرسالة هذه خاصة راحنا ديم ونقول وحتى في البيانات بتاعنا نقول ورانا ديم ودعاة حوار دعاة حوار الترف المقابل هو اللي رافض الحوار الترف المقابل كنقوله الترف المقابل سيبعني أي وزير ولا نحكي على مستوى عن دي رئيس الحكومة أو الترف المقابل هو اللي ديم من رافض الحوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة